السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي شهوة ليلى كانت منا تكونوا كلكم بخير و على خير اليوم غدا نقدم لكم طبق يا سلام من اطباق عيد الاضحى لهو اللحم مبخر في الكوكوت رفقته مع خضر متنوعة و مع زعلوك بالدنجال مشوي دايزو الكلام كانت منا وصفة اليوم من الاعجاب ديالكم و تزيدوا تشجعوني كما ديما باللايك و الاشتراك و البرتاج و دابا غدوزوا معي مباشر المكونات و الطريقة التحضير و شكرا على تتبعكم و دابا نبدو على بركتي الله كما تشوفوا معي خديت واحد الكيمياء ديال الحم الغنمي كما كنقول دائما الكيمياء كتوقع على حسب عدد افراد الاسرة خديت كذلك واحد البصلة لانقطاع الاتشكل و خديت واحد الحزمة ديال القصبر المعدنوس دابا غندوزوا مباشرة لطريقة التحضير غدي ناخد هذيك البصلة و غدي نحاول نشلطها كاملة غدي ناخد الكوكوت و غدي نوضع فيها واحد الكيمياء ديال الماء غنوضع كذلك هذيك البصلة اللي شلطتها رقيقة على هذا الشكل و كذلك هذيك الحزمة ديال القصبر المعدنوس غدي ناخد كذلك توابل اللي غدي نضيفها لهذا البصلة و القصبر المعدنوس و هي واحد المعي القصغيرة ديال كامون كذلك واحد المعي القصغيرة ديال الملحة اللي باش نسمو هذي المكونات اللي غدي عطينا واحد المضاق جيد رائع للحم كذلك واحد نسب ملعقة ديال اللي بزار غدي نخلي هذي المكونات جانبا و غدي ندوز ناخد الحم احتهوة اللي غدي نسموه احتهوة بقليل من هذي التوابل اختيت الحم ديالي غدي تهوة في نفس الوقت رش عليه يعني واحد القليل ديال الكامون بشي يجي يعني مني غدي تبخر يجي بنين ان شاء الله غدي نضيف لي كذلك قليل من الملح وغدي نضيف كذلك القليل من الابزار صراحة هذي الطريقة ديال اللحم كي يجي بنين والديد و ما كي يجيش يعني ميددم هذي طريقة كتجيزوينة و خفيفة و ما كتدرش حتى المعيدة ديالنا غدي ناخد الكوكوت خديت الكسكاس و ضع سدك اللحم ديالي في الكسكاس و غدي نحاول نسد عليها و نديرها الطيب فوق النار كي ما كاتشوفوا معي هنا هذي الخضر اللي غترافق لي الطبق ديال اليوم خديت الكوكوت خديت كذلك الجزر خديت اللوبيا و خديت كذلك البطاطس غنحاول هذي الخضر كاملة يعني نغسلها مزيان و ننقيها و نقطعها باش غدي نبخرها ان شاء الله و نرافقها للطبق ديال اليوم الخضر بعد ما غسلتها و نقيتها و قطعتها لا تشكال كي ما كاتشوفوا معي الكوهجات الخيزو البطاطس كامل نقطعتهم بها الطريقة و كذلك اللوبيا و وضفت كذلك الجلبانة اللي غدي نزيد نزين بها الطبق ديال اليوم خديت هذي الكاملة او للطنجرة اللي غنوضع فيها هذيك الخضر وضعت اللوبيا هي اللولا غدي نضيف لها كذلك الجزر لان هذي الخضر كتحتاج شوية طياب مع العلم ان الخضر ديال الوقت كتكون فتية غدي ناخد الكسكاس اللي غدي نوضعه فوق من هذي الخضر يعني غندير فيه البطاطا و غدي ندير فيه حتى هذيك القرعة او للكوهجات لانهم كي طيبوا بسرعة و ما بغيتش هذي الخضر يعني الطيب ليه بزاف كنحاول نخليها على قدر الامكان تبقى فتية وطرية باش كتجي زوينة غدي نوضع كذلك بطاطا في هاد الجانب غدا نعود ناخد الطنجرة ديالي وغنضيف لها هذيك الجزر كيما كليكم وكذلك غدي نضيف حتى هذيك الجلبانة اللي غدي نوضعهم في اسفل الطنجرة انتما كيما غاتشوفوا معايا لان هذيك الخضر كتحتاج كيما كتلكم شوية ديال طياب وغدي نضيف ليهم المغليان ومن بعد غنوضع الكسكاس فوق هذي الخضر ونخليها طيبة لا خطر خطرها ومنخليها شطيب بزاف باش بقى محافظة على الفيتامينات اللي فيها طبقة ديال اليوم غنرافقوا كذلك بالزعلوك ديال النجال مشوي خديد جوج نجالة كيما كتشوفوا معايا غدي نحاول نشويهم فوق البوطة ونخليهم يطيبهم زيان وان شاء الله انتما هاتشوفوا الطريقة باش غنحضر بها الزعلوك ديال اليوم صراحة كيجي زوين والديد وفي هادك المضاق ديال شويان يعني كيعطي واحد لده جيد جيد رائعة الدنجال كيما كتشوفوا معايا بعد ما تشوا كنحاول نخليه طيب زيان كيما شتو يعني باش يسهل علينا انه يوجد معانا بسرعة غدي ناخد هذوك الدنجالات وغدي نحاول يعني نقشرهم ونقطعهم القطع صغيرة على هاتشكل اخديت واحد المقيلة ووضعتها واحد الكيمية مع قوة ديال زيت الزيتون وغنضيف له هادك الدنجال اللي قطعنا جانبا غدي نعود نوضع هاد الدنجال فوق النار ونخليه يزيد يتحر واحد شوية وغدي نشوفوا معايا ان شاء الله التوابل اللي غترافق لنا هاد زعلوك ديال اليوم هادو هما التوابل اللي غنحتاج للزعلوك ديال اليوم كيما كاتشوفوا معايا خديت واحد ثلاثة دروس زيلتو ما حكيتو مرقا نس ملعقة ديال الملح نس ملعقة ديال الابزار ملعقة صغيرة ديال تحميرا نس ملعقة ديال كامون وخديت كذلك واحد الكيمية لا بأس بها القزبر المعدنوس غدي نزيد الزعلوك واحد القطارات من الخل او عصير الحامض بعد ما الزعلوك بدك يتحر لنا شوية فوق النار غدي نحاول نضيف لي هادك توما المحكوكة باش تبدأ تشحر معاه غدي نحاول نحرك الزعلوك ديال الي ومن بعد عادا نضيف ليه التوابل المتبقية سوف نضيف لي هادك توما مع القزبر المعدنوس غدي نحتفظ واحد الكيمية قليلة اللي غدي نضيفها في الاخير مع هادك قطارات من خل الحامض او لا عصير الحامض سنحاول دمج هذه المكونات من جديد ونجعلهم حتى تندمج لنا كما قلت لكم سنضيف باقي المكونات في الآخر سنحصل على واحد زالوك بواحد المضاق جيد جيد رائع وان شاء الله ستشوفكم معي النتيجة النهائية في الآخر ستشوفكم معي نحاول نطفع النار ونجعله جانبا حتى نرافقه للطبق الرئيسي اليوم خضيره دينا بعدما وجدت وضعته في هذا الأطباق اللي سنضيف له واحد مكونات ستعطيها واحد نكهة خاصة خديت واحد الكيمياء لبأس بها من قصبر المعدنوس سنضيف لها واحد نصف ملعقة ديال كامون وكذلك سنضيف لها واحد قليل من اللي بزار ونضيف كذلك القليل من الملح كتبقى الملحة مسألة يعني لا حسب الضغط ديال كل واحد هاد المكونات سنزيد نسمها بتومة بودغة اللي سنضيفها لها وفي الأخير غد نضيفه زيت الزيتون اللي كيزيد اعطيها هاد الخضر وحد نكهة خاصة ومميزة غدا نحاول ندمج هاد المكونات كاملة ونضيفه الخضر ديالي كما كتشوفوا معي ان شاء الله هي لغة رفقة طبق الرئيسي ديال اليوم بعد ما وجد الحم والخضر والزعلوك قدمته في طبق التقديم على هات الشكل وزينته الطريقة اللي كتشوفوا معي أما زعلوك منقوش لكم عليه كيجي روعة حتى تجربوا وتردوا علي الخبر كنتمنى هاد الأطبق ديال اليوم تنال إعجاب ديالكم ونكون كارضي جميع الأدواق وفعلا وصفاتي تستحق التشجيع والمشاهدة والسلام عليكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة